السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله داشترك معكم السغيال او اللي كنتو طلبتو مني ان شاء الله غد يكونو بدون سكر اه وتقدرو يصبرو لكم يعني بقى وقت طويل تمنى ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معي باش شوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله انا هنحضر كميه كتيره باش تكمل لي هاد الشهر ان شاء الله كامل انا تقريبا عندي شي كيلو دي اللي هو الخرطال او شوفان انا اضفتلي تفاحه مطحونه اه مع شوية دي القرفة وهنا عندي التمر احتى هو مطحون التمر في الصراحة ما عبرتش اه التمر كتضيفو على حسب يعني الضوق ديالكم لو بغيتو يكون حلو او لا بغيتوهم يكونوا حلوين بزاف ولا لا انا غنضيف زراعة القرعه بالنسبة للمكونات اللي غدا نضيف لهاد اله اه اه غنضيف اه زراعة الكتان بالنسبة للمكونات اللي غدا نضيف رعه على حسب المتوفر عندكم انا زراعة نوارد الشمش اهنا حبوب الشياء احتى هيك تضيفو على حسب المتوفر وحتى يعني الكيميا كتبقى على حسب الضوق ديالكم انا غنضيف كوكاو يعني ذاك شي اللي كين عندي في المطبخ راني ضفتو لهذا ليسا غيال هادو وبالنسبة للتمر يعني ممكن نعوضوه بالعسل هنا عندي اه نخالة ديال شوفان او الخرطال او لفوان انا غنضيف زنجلان غنسم هاد هاد ليسا غيال بالشور ديال مبشور اه البرتقال يعني غادي كن منسم مبشور البرتقال والقرفة وهنا هنضيف زيت ديال جوز الهند او زبدة جوز الهند اللي ممكن نعوضوها اه سواب زيت الزيتون ولا زيت ديال القرقع ولا زيت ديال زنجلان وممكن لهاد المكونات ممكونات 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 كاملة يعني بالتمار وخاصنا نخلطوهم بزيان باش منلي كي طيبو كي نشفو على بعضهم كانكون سخنت الفرن في هاد الاثناء يعني كيكون سخون درجة دي الحرارة دياله تكون مية وستين لا اكتر هنا اضفت ليه اللوز هنا المكونات اللي اضفت كلها ما طيباش كان نحمروهم يعني بحل غي كان نشفو هاد المكونات هادي درجة ديال الحرارة ضروري ما تكون ناقصة يعني مية وستين مية وخمسين منفوتوهاش كي ياخد شوية الوقت كي ياخد شوية الوقت يعني حضرو غي كيميا قليلة انا هاد الكميا هادي اخدت ليه الوقت بزف باش نشفت لانه الى زربته يعني الى شعلته جهدته درجة ديال الحرارة غادت غادغي تحمرو ما غديش ينشفو يعني ما غديش نقدرو نحتفظو بهم مدة طويلة سافيك شما شفتو معايا غدا ندير لطا اللولا ونوضعها في الفرن وها هما دبا السغيال ديالنا وجدو غنصحرو بيوم ان شاء الله انا كيعجبوني في الصحور وقطعت شوية ديال الفواكه يعني هاد الي سغيال قدرو ناكلو معاهم شوية ديال الفواكه انا كنحطها كده كل حاجة بوحدة باش كل واحد كي ياخد على حسب دوق ديالو انا كعارفين ولدات ما كينيش يحوج ما كيعجبوه مش تكشي باش ما كنفضل ان اني نحط يعني هاد السغيال هادو ممكن ان انا نضيفه لهم فواكه جافة الفواكه الجافة تايا حطيتها بوحدها وكل واحد غدي ياخد يضيف الفواكه اللي بغا كيف ما كتشوفو معايا كي جعلها تشكلو كنقدرو نحتفظو بيه مدة طويلة انا حضرت شوية ديال الفقاس ان شاء الله قريبا نتشارك معاكم شوية نتشارك معاكم الوصفة ديالوغي وهذا الفقاس هذا كان بدون السكر وهي هاد شي اللي خرج لي خرج لي هاد الكمية كاملة يعني اللي غدت ان شاء الله تكفاني لهاد الشهر كامل اه كنحضر جوز ديال انواع لانه اه كنحضر احت ديال الشوكولات مع رمضان هاد المرة ما بغيتش كان نحضر ديال الشوكولات غي هادا طبيعي غيب السكر طبيعي تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجاب ديالكم اه وتجربوا الوصفة وتردوا علي الخبار وإلى عجبكم فيديو كيف العادة ما تنسوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا الوصفة مع الاحباب والاصحاب الى وصفة جديدة ان شاء الله ستوضعكم الله الذي لا تضيع وذائعه